في هذا العالم الجميل يعتبر كل شيء طاهرا باستثناء بعض الأمور التي تعتبر نجسة وفق الأحكام الإسلامية والنجسات عشر وهي البول والغائط الدم الميتة المني الكلب الخنزير الكافر غير الكتابي الخمر عرق الإبل الجلالة والآن سنتعرف بشكل أفضل على كل واحدة منها أول النجاسات وثانيها هما بول وغائط الإنسان وكل حيوان يحرم أكله إذا كان ذو نفس سائلة وهنا لابد من التوضيح ما معنى يحرم أكله وذو نفس سائلة تنقسم الحيوانات في الشريعة الإسلامية إلى فئتين الفئة الأولى هي الحيوانات ذات اللحم الحلال أو ذات اللحم الحرام أما كيفية معرفة الحيوان الحلال أو الحرام أكله فهي مسألة واسعة يمكنكم مراجعتها في الرسالة العملية للمرجع أما الفئة الثانية هي الحيوانات ذات النفس السائلة وهي التي يفر دمها إذا قطع وريدها كالشات أو التي ليست ذات نفس سائلة كالأسماك إذن القاعدة العامة تقول أن كل حيوان يحرم أكله وذو نفس سائلة فإن بوله وغائطه نجسان وعليه فإن بوله وغائط الأسد والقرد والجرذ نجس أما بوله وغائط الأغنام والأبقار والجمال طاهر لكن لهذه القاعدة استثناء لدى بعض الفقهاء يتعلق بالطيور إذ يرى بعضهم أن بول الطير وذركه طاهران وإن اجتمع فيه الشرطان المتقدمان كالسقر مثلا بينما يرى البعض الآخر العكس أي أنهما نجسان الثالث من النجسات هو الدم الخارج من الإنسان ومن كل حيوان له نفس سائلة أما دم من ليس له نفس سائلة كالسمك فهو طاهر وهنا سؤال آخر في بعض الأحيان عند شرائنا اللحم الحلال نرى بعض الدم على قطعة اللحم فهل هذا الدم نجس؟ يعتبر هذا الدم طاهر لأن الحيوان تم ذبحه على الطريقة الإسلامية الرابع من النجسات هو الميتة وهي جثة الإنسان وكل حيوان له نفس سائلة والمراد بالميتة هنا كل حيوان لم يذكى أو مات بحادث أو مرض فهو يعتبر ميتة بغض النظر عن ما إذا كان لحمه حلال أو حرام الخامس من النجسات هو المني العائد للإنسان ولكل حيوان لا يؤكل لحمه وله نفس سائلة وإن كان مأكول اللحم على الأحوط لزوماً السادس والسابع من النجسات الكلب والخنزير البرياني بجميع أجزائهما الثامن من النجسات هو الكافر غير الكتابي وهو من لم ينتحل ديناً أما الكتابي كالنصراني فهو طاهر التاسع من النجسات هو الخمر والمراد به المسكر مثل المشروبات الكحولية المصنوعة من العنب وبعض الفقهاء يعتبر أن جميع المسكرات نجسة إن كانت مصنوعة من العنب أو من غيره العاشر من النجسات هو عرك الإبل الجلالة وهي التي تتغذى على العذرة أي فضلات الإنسان بل كل حيوان جلال على الأحوط وجوباً والآن بعد أن تعرفنا على النجسات دعونا نراجع بعض الأحكام بعض الأشياء تكون نجسة بحد ذاتها وتطهيرها من المحال كالكلب مثلاً إذا لامس الجسم النجس جسماً طاهراً وكان أحدهما رطباً فتنتقل النجاسة إلى الجسم الطاهر أما إذا كان جافين تماماً فلا تنتقل النجاسة يعتبر كل شيء طاهر إلا إذا تيقنت تماماً من نجاسته وكل ما شك في نجاسته مع الألم بطهارته سابقاً فهو طاهر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر